بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أيها السائرون إلى كربلاء يان تلبون نداء الإمام الحسين لا من ناصر ينصرني لا من مغيث يغيثني افعوا علم فلسطين اليوم وانصروا الحسين والشعب الفلسطيني المظلوم قبل حوالي ثلاثين عاما نشرت مقالا بعنوان عشراء يوم الحسين يوم المظلوم العالمي كما تعرفون قصة الإمام الحسين حدثت قبل 1400 سنة تقريبا وكانت هي محاولة للاستجابة للإرادة الشعبية لإرادة الناس بانتخاب خليفة لهم بصورة أصرية كما نقول بصورة ديمقراطية يعني من دون توريث ومن دون إكراه ومن دون اغتصاب للسلطة في مقابل الحاكم الأموي الذي اغتصب سلطة المسلمين وسيطر عليهم بالقوة وأخذ البيعة بالقوة والإكراه فقامت ثورات عديدة أولها حركة إمام الحسين أو ثورة إمام الحسين عليه السلام ثم ثورة أهل المدينة من الصحابة والتعبعين بقيادة عبد الله بن حنضلة الغسيل كما هو معروف غسيل الملائكة يعني ثم بعد ذلك بسنة ثورة عبد الله بن زبير في مكة المكرمة هذه أحداث بعض الناس ينظرون إليها نظرة تاريخية فقط أنا هذا شيء حدث بالتاريخ وانتهى وفعلا مرة قرون من الزمن الناس يعني في القرن الثاني في القرن الثالث لم يكن أحد يتذكر كربلاء إلا بشكل محدود لكن قرن الرابع جاء حاكم موهي في بغداد اسمه مز الدولة وقال فلنحتفل بهذه الذكرى وبدأ يخرج مواكب العزاء في شوارع بغداد في سنة 352 للهجرة ومنذ ذلك الحين بالحقيقة بدأ الناس يعني يتفاعلون مع قضية كربلاء ويحيون هذه القضية ربما أحيانا بصورة سياسية يعني نكاية بالحاكم الظالم مثلا في وقته أو ضمن الصراع البويهي العباسي رغم أنهم كانوا متحالفين يعني مع بعض البويهيون والعباسيون ولكن البعض نظر إلى هذه القضية إحياء قضية كربلاء نظرة طائفية أنه ذلك الشيعة ضد سنة ومنذ ذلك الحين قبل ألف سنة تقريبا صارت كربلاء يعني كأنها تختص بالشيعة وفي مقابل ذلك بعض السن المتطرفين صلاح الدين العيوبي وغير اللي أجوا وبدأوا يحتفلون بيوم عشراء يقصون ويغنون ويطبلون ويأكلون الحلاوة والملابس الجديدة يعني الاحتفال وهم لا يعرفون في الحقيقة الآن حتى الآن هناك مظاهر الاحتفال بالفرح يوم عشراء ولكن عامة الناس لا يعرفون ما هي عشراء ولماذا يحتفلون ولو عرفوا قصة كربلاء وأن هذه البدعة التي سنها بعض الحكام الظالمين الأمويين أو أتباع الأمويين لما احتفلوا خاصة في المغرب الذين يحبون أهل البيت ويحبون الإمام الحسين وهم لا يعرفون ولكن عموما أصبح الاحتفال بيوم عشراء من قبل الشيعة بالبكاء واللطوم والعويل وضرب السيوف والسلاسل وما إلى ذلك بصورة حزينة هذا شيء يخص الشيعة فقط ولا يشار إلا في بعض المناطق مثلا في الهند أو في كده يمكن حتى ناس آخرون يشاركون الشيعة في هذه المراسيم ولكن عموما نحن نشأنا على فكرة أنه نحتفل بهذا اليوم وعامة الشيعة الآن يحتفلون بهذا اليوم على أساس أنه يوم يعني الحسين كتل مطلوما ونحن على أمل الشفاعة والفاعدة نعم يعني الآن تطورت الحالة من مسيرات عاشرائية فقط بمواقع بسيطة صارت اكتفاع في يوم الأربعين خصوصا أربعين الإمام الحسين يعني أربعين يوما بعد مقتل الإمام الحسين صارت ظاهرة شعبية مليونية يعني يقال فيها عشر ملايين واحد يشارك خمسة عشر مليون أحيانا أقل أكثر ظاهرة يعني تهز العالم يعني فعلا الإعلام العالمية تنفي أنه الأربعين قضية كبيرة ولكن هؤلاء الذين يسيرون بعضهم كان يعني يهدف فقط الحصول على الأجر والثواب أو الشفاعة في يوم القيامة أو ما شابه ولكنهم لا يفهمون جوهر قضية كربلاء جوهر قضية كربلاء مو قضية تاريخية فقط وراحت وإنما أولا فيها معنى سياسي حي مؤاصر لأنه في حكومات ظالمة تستولي على السلطة بالقوة والإرهاب هنا وهناك وتتوارث السلطة في أوائل وفي سلالات معينة وهناك حركات شعبية في العالم الإسلامي تطالب بالعدل والحرية والديمقراطية شفنا خلال السنوات الماضية في عدد من البلدان ولا تزال حتى الآن هناك حركات شعبية مثل السودان مثلا تطالب بعودة الحكم المدني بعودة الديمقراطية حتى يكون الحق والعدل فيها ولكن ما هي العلاقة بين كربلاء وبين هذه الحركات العلاقة تقريبا يعني غير مفهومة أو غير واضحة هناك حتى يأتون إلى كربلاء مشين على الأقدام من جنوب الإعراق من الفاء ومن إيران ومن باكستان ربما يقطعون مئات أو آلاف الكلمترات أو يسافرون من كل إنحاء العالم لكي يشاركوا في هذه المسيرة ولكنها كمسيرة ميتة يعني بدون روح بدون جوهر أنا فقط إحنا طقس ديني خاص بالشيعة مثل ما مثلا بلا تشبيه مثلا هنود يحتفلون أدن في مراسيم أعيادهم مثلا هذا كربلاء مو فولكلور ميت إحياء قضية الحسين إحياء كربلاء الهدف منه هو إحياء قيم كربلاء يعني قيم سلطة الشعب والعدل في مقابل الظلم لأن الإمام الحسين لم يرق قطرة دم واحدة محزمة قطرة دم واحدة حركة سلمية ديمقراطية شعبية كانت وقضى عليه الحاكم الأموي المعتصر للسلطة بالقوة والإرهاب فهي إذن قضية موجودة الآن قضية عالمية وأيضا فيها مسألة العدل والظلم اللي هي قضية عالمية أيضا طرحت أنا فيه قبل حوالي ثلاثين عاما مقال يعني نشرته وأعيد نشره دائما أن كربلاء أو عاشراء يوم الحسين يوم المظلوم العالم دعوت إلى اتخاذ يوم عاشراء يوما لنصرة المظلومين في كل أنحاء العالم الآن الحسين ما موجود ولكن الظالمين موجودون وعلينا أن نقاوم هؤلاء الظالمين والظلم أحيانا نتخذ شكل داخلي يعني حاكم ظالم وأحيانا شكل استعمار وشكل استيطان وشكل قضاء على شعوب ومصادرة حرياتها وحقوقها والحلول محلها مثلا هذه حركة مستمرة حركة الاستكبار في العالم حتى في كل مكان في مكان لا نقول في كل مكان وأبرز قضية عالمية اليوم في الحقيقة هي قضية الشعب الفلسطيني الذي جعل المستوطنون من الخارج واحتلوا أرضه وطاردوا كسما كبيرا من هذا الشعب إلى خارج أرض فلسطين إلى لبنان وسوريا والأردن ومصر شتتوهم بالعالم وهذا الشعب حتى بقرارات الأمم المتحدة من حقه أن يقيم دولته قرارات التقسيم وما بعد التقسيم أن يقيم دولته على أرض وتكون هناك دولة تعبر عن حقوق هذا الشعب ولكن البعض يخشى من دعم هذا الشعب هناك حركة تطبيع مضادة تطبيع عربية صهيونية تنفتح على المحتل الإسرائيلي وتنسى قضية فلسطين سابقا كان يقولون عندنا شروط تخلي إسرائيل تعترف بالشعب الفلسطيني حتى نعترف بيها الآن الشرطة متنازلة عننا لا ما يحتاج صار يعترفون بدون ما إسرائيل تقدم أي تنازل بقى الشعب الفلسطيني يعني تحت رحمة الجلاد الإسرائيلي يوميا قتل يوميا طرد يوميا مصادرة حقوق شعب لا يستطيع أن يسافر بحرية لا يستطيع أن يتكلم بحرية وهناك حركة تطبيع صهيونية عربية ما يحتاج في فلسطين شعب فلسطين ما يحتاج عندما تتكلم بالإسلام يقولون ما يحتاج بالإسلام نحن عراقيين عرب نحن لا يحتاج بالإسلام لماذا يستخدمون الإسلام في الدين في السياسة هنا أصبح الدين في السياسة هم يستخدمون الدين ويأسسون دولة على أساس الدين وإذا أنت تريد تقاوم أو تدافع عن نفسك أو تنصر هذا الشعب المظلوم صار أنت تستخدم الدين في السياسة يعني إن شاء الله يجي يوم آمل أن يجي يوم أن يتخر من يوم أو شرع مثل يوم العمال يوم العمال العالمي قصة حدثت في أمريكا في القرن التاسع عشر أنه أممال أضربوا وضربوا وقتل بعضهم فقرروا اتخاذ ذلك اليوم يوم الأممال العالمي الأول من أيار وصال العالم كل يحتفل بهذا اليوم طيب يوم الحسين أيضا قضية عالمية إحنا يمكن يعني نقوم بدور عالمي في نصرة المظلومين ونعبئ الناس في مقاومة الظالمين والمستكبرين والمستعمرين وننصر الشعوب المظلومة في كل العالم تكون أدنا رسالة إسلامية حسينية باسم الحسين للتعبير عن مبادئنا وعقائدنا وهويتنا الحضارية إن شاء الله يجي هذا اليوم آمل العراق تبنى هذه الشغلة مثلا يوم عاشراء حكومة العراقية تتبنى يوم عاشراء يوم المظلوم العالم واليوم هذه ظاهرة الموجودة الآن ظاهرة السير على الأقدام إلى كربلام مئات الكيلومترات يجب أن ننفخ فيها الروح ما تكون مسيرة ميتة فقط الناس يرحون يجون وما يجرون ليش راح وليش يجو فلازم تكون في قضية إحياء مبادئ الإمام الحسين نصرة الإمام الحسين إمام الحسين يقول ألا من ناصر ينصرني ألا من مغيث مغيث هذه رسالة في عمق الزمان والمكان كيف ننصر الإمام الحسين الآن فقط نبكي عليه والأكل ثم نقيمه والروح أم يجب أن ننصر المظلومين وأبرز كما قلت لكم أبرز مظلوم في العالم اليوم هو الشعب الفلسطيني كل العالم الآن كل العالم يؤيد هذا الشعب ويناصر قضيته ويرفض الاستيطان ويرفض الاحتلال ويدعو إلى تحرير هذا الشعب وإعطاء حقوقه تمثيله بدولة معترف بها كان هناك إيران عملت يوم القدس العالمي الجمعة الأخيرة من رمضان والإيرانيون والمتعاطفون معهم في مختلف نحاء العالم يلبون هذه الدعوة في العراق هناك حساسية المرجعية مثلا لم تتفاعل وبعض القيادات العراقية أيضا حساسية أنه مدام إيران عمل هذا الشي فإحنا ما نساهم فيه طيب الآن قد نزيارة الأربعين زيارة الأربعين ممكن تكون وسيلة لنصرة الشعب الفلسطيني لا أقول تعالوا رحوا قاتلوا بإسرائيل لا ما يعتاجوا لقاتل هم شعب الفلسطيني كافينا ولكن إعلاميا تصوروا أنتوا لو كل واحد ماشي إلى كربلاء ورافق علم فلسطين فرد مليون خمس ملايين عشر ملايين علم فلسطيني يرتفع في هذه المسيرة التاريخية المليونية الكبيرة هذه هز العالم ويخلي العالم يلتفت للقضية الفلسطينية للشعب المظلوم الأعلام هي إعلام يعني دور إعلامي لنصرة هذه القضية وما يتكلفنا شي مجرد على مواحد ترفع أنت ولكن مع الأسف الشديد بعض القيادات أدنى يعني لا تفكر في يقول لك هذا مثلا قد يأثر على العراق سلبة شنو يأثر على أو على الشيعة كما نقل بعض الأخوة كلاما لأحد الكتاب العراقيين عن ماذا راح الإسرائيليين تبرون نحن ضد إسرائيل وضد ما أدري شنو ما نقل لك الكلام هذا العالم كله حتى في أمريكا حتى في أوروبا بريطانيا هناك حركات مؤيدة لشعب الفلسطيني حتى في حزب العمار رئيس حزب العمار السابق كان يدعو إلى نصرة الشعب الفلسطيني فهناك الآن مبادرة جيدة جدا قامت بها العتبة الحسينية مشكورة أو أحيانا أنتقد الشيخ عبد المهدي وأنتقد العتبة في الحقيقة ولكن ولكن هذه المبادرة جدا مهمة ولطيفة وفي وقتها ولذلك أنقلكم الحدث نشرت بعض الصحف أنه حدث غير مسبوق في أربعانية الحسين مؤتمر دولي يلبي نداء الأقصى مؤتمر نداء الأقصى الدولي هو اسم الحدث الأول من نوعه الذي ينطلق في مدينة كربلاء العراقية انطلق البارحة واليوم وبكرة يعني ثلاثة أربعة ويستمر إلى السابع من أيلول الحالي تحت عنوان مبادئ النهضة الحسينية ودورها في تحرير القدس وثورة الشعب الفلسطيني مبادئ النهضة الحسينية ودورها في تحرير القدس وثورة الشعب الفلسطيني المؤتمر الذي يتزامن مع ذكرى أربعانية الإمام الحسين ولدت فكرته انطلاكا من معطيات عدة أبرزها أهمية التعاون والتضامن الدوليين بين المؤمنين بالقضية الفلسطينية من أجل تحقيق مبادئ العدالة ومندت شعوب المظلوم وفي مقلمتها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أشكال الظلم واستلاب الحقوق إلى جانب اعتبار ما تمثله ثورة الإمام الحسين وشهادته من مدج رائد في الدفاع عن الحق والخير والعدل وبذل التضحيات في سبيل الإصلاح والانتصار لحقوق المصدعفين وبما أن زيارة الأربعين تشكل فرصة للقاء الملايين من حول العالم يهدف المؤتمر المرتقب أو اللي صار الآن بدأ يعني إلى طرح القضية الفلسطينية ومبادئ النهض الحسينية في هذا التجمع البشرية الضخم المليوني فاعتبارها نقاط وحدة والتقاء بين جميع الناس من كل جنس وبلد ودين حركة عالمية يجري الحدث بالتعاون بين عدد من الجهات والمؤسسات من بينها الأمان العامة للعتبة الحسينية ودار الإفتاء العراقية السنية يعني والحملة العالمية للعودة إلى فلسطين يتضمن جدول أعمال المؤتمر أربعة محاور منوعة هي مبادئ النهضة الحسينية والقضية الفلسطينية في التقاء لا يمكن أن نكون شيعا أو نكون حسينيين حقيقيين من دون ما ننصر الشعب الفلسطيني المظلوم اليوم والمحور الثاني شهادات من الواقع الفلسطيني ماذا يجري في فلسطين الآن من ظلم واعتداء واقتصاب وانتهاك للحقوق والحريات والمحور الثالث الدور التاريخي للشعب العراقي في الدفاع عن القضية الفلسطينية هذا الدور التاريخي اللي حاولت بعض الناس أن ينسوه أو ينسبوه إلى بعض الحكام الظلمة اللي مضوا في العراق قضية الفلسطينية أكبر من فلان وفلان قضية في عم الضمير العراقي والخطام الفكري والثقافي وقضية فلسطين هذا المحور الرابع كذلك يسلط الحدث الضوء على السبل العملية للتصدي لمشروع التطبيع على المستوى الفكري والثقافي ترجمة نانسي قنقر